ودلوقتي ما عدنا مع المتقلق دائما المهندس تامر حلمي في معلومة جديدة عن الفرق بين ودي انواع جماعة من انواع العزلة اللي بيكون موجودة على انت استخدم وانت استخدم ومميزات كل واحد فيهم ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة فتابعني يلا بينا يلا بينا. في البداية صديقي ما تنسى لايك وشير وسبسكرايب في القناة وادعمني على المجتمع باللحلة احنا بنقدمه وحطوا لي تحت الفيديو ده بيدعمنا بشكل ما. اول حاجة المهندس تامر حلمي بيقول ندار دي شوية في الكابلات وهنبدأ في عزل للكابلات والنقاط التالية سيتم عمل مقارنة بينهم وسيكون الفرق رقم واحد البي في سي ورقم اتنين اتورة وقلم كده ويكتب معايا بسرعة. اول حاجة من حيث درجة الحارة الطبيعية اللي ممكن يشتغل عليها العدل. بالنسبة لي ممكن يشتغل عند سبعين درجة سيليزية وبالنسبة لي يشتغل عند تسعين درجة سيليزية. في الحالة دية بيكسب. اقصى درجة حارة بتحملها العزل عندنا لحد مية وخمسين درجة سليزية. لحد ميتين وخمسين درجة سليزية. وبرضو يكسب. التكلفة بالنسبة لي بيكون متوسط بيكون غالي. الاستخدام بنستخدم في الجهد المنخفض زي عندنا. ممكن نستخدمه في جميع الجهود ده ما فيش في اي مشاكل فانت لو عايز تكلك وما فيش معاك مش فارق معاك من موضوع الفلوس ده. فحاجة ممكن تستخدم على طول. واعتبر عازل افضل من في حالة وده شيء طبيعي جدا. ان عازل افضل فمعناه ان يتحمل اعلى. لان في حالة بيرتفع درجة حرارة الكابل بصورة سريعة. وهنا يمكن ان يتحمل حرارة حتى متين وخمسين درجة سليزية. بنشكر المهندس تامر حلمي على المعلومة السريعة دي اتوانا شيفها بصراحة وعجبت بالمعلومة فقلت انا لها لكم لعل تكون افادة عم. بنشكر اي حد بيساعد في نشر العلم. اشوفكم الفيديو الجاة ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.